بيان إلى الرأي العام لسنا من هوات الحروب ولكننا نعشق الحرية كما نعشق بلادنا والمقاومة هي طريقنا لتحقيق الأمن والأمان وتحرير المناطق المحتلة في ظل التهديدات التركية الأخيرة التي جاءت لإفشال مساعد دول في إحلال الأمن والأمان وإن شاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة على طول الشريط الحدودي والتي تعتبر ملاذاً آمناً حقاً ولكن ليس لشعوب المنطقة إنما لفلول الأرهابيين وفلول داعش الأرهابي الذي استطاعت قواتنا دحره وإخراجه من مناطقنا والذي يمثل تهديداً ليس لشعوب المنطقة فقط وإنما للعالم أجمع وتعتبر هذه المنطقة خرق واضح لاتفاقيات عام 2019 وتستهدف مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية وتقسيم سوريا واحتلال شمالها وإلحاقه بمصير لواء اسكندرون إلا أننا في مجلس الطبق العسكري نؤكد للعالم أجمع ولشعبنا في شمال وشرق سوريا إننا لن نتهاون ولن نسمح للعدو التركي بتنفيذ مشاريعه وإننا قد طورنا قدرات ومغاتلين ورفعنا من جاهزيتنا تحسباً لأي اعتداء وسندافع عن مكتسبات ثورتنا حتى آخر نقطة دم كما نؤكد للعالم أن ضعف المواقف الدولية اتجاه هذه الحرب سيكون لها تداعيات على المنطقة بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام وذلك لأن قواتنا قلصت من عملياتها ضد تنظيم داعش الأرهابي وانشقلنا بهذه الحرب وأخيراً أننا ندعو جميع الأحرار في سوريا وأهلنا في شمال وشرق سوريا للوقوف مع قواتنا ودعم هذه المقاومة ونؤكد للرأي العام أن جيش حكومة دمشق عزز من قواته المتواجدة على الحدود وخطوط الجبهات وستعزز هذه القوات من تواجدها بأسلحة نوعية على طول خط الجبهة وذلك بالتنسيق مع الجانب الروسي ونؤكد أننا لن نوفر أي جهد من أجل منع وقوع الهجمات وإننا مستعدون لصدها في حال وقوعها وإن الرد سيكون بمقاومة بطولية عالية وستكون بداية النهاية للاحتلال التركي وتحرير كافة المناطق المحتلة وبدورنا كقوات عسكرية مهمتها تحرير المناطق المحتلة في الشمال السوري عموماً والدفاع عن الطبقة وريفها بشكل خاص والحفاظ على مكتسبات الثورة في شمال وشرق سوريا نشكر أهلنا في الطبقة وبكل مكوناتها وعشائرها على الدعم الكبير الذي تلقيناه منهم ووقوفهم إلى جانب قواتنا وتأكيد استعدادهم للمشاركة في الدفاع عن الأرض والعرض ضد أي هجمة احتلالية تركية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا ومعتقلين ونصر لقواتنا عشتم وعاشة قوات سوريا الديمقراطية عشتم وعاشة قوات الشعوب عشتم وعاشة سوريا حرة أبية تعددية الأمركزية ترجمة نانسي قنقر